اهلا ومرحبا معاكم اخوكم سامي فارج مغلان سامي اف طبعا انا بتعت فترة بسيطة بس حبيد اقولكم ان كومنتو مثل اخواني وحبايبي ان انا شوي كنت مريض بعافية وتعت الفترة البسيطة هاي من تسجيله هذا والحمد لله من علينا بالشفاء اليوم في شيء مهم في واحد متابعين يسأل يقول ان الاصوات اللي جاية مع الايقاع يعني تكون دايما عالية اعلى من صوت الايقاع مثل هاي دايما هذا فكيف اخفض الصوت ووازي الاصوات مع الايقاع نحن نزلنا مسبقا فيديو ان انت تقدر تروح على الميكسر وتيجي عند الريتون وريتون وتخفض على الاصوات وتلعب بس هو عند سؤال وجيه يعني فنان يقول في كل مرة انا بطلع الايقاع وبرجع مرة ثانية الاصوات ترجع لنفس الفوليوم عالي وكذا في طريقة ان احنا نسيف ويتم سيف نعم اليوم في طريقة بعلمك اياها كيف تسيف لقاع بعد ما تضبط الاصوات وتخزنها عندك الطريقة كيف تحفظ الليفل والاجست الخاص فيك بعد ما تضبط الصوت العالي اذا كان لقاع عالي او كان الاصوات المصاحبة مع اللقاع اللي في خانة الوان تاتش سيتين انا اخترت هم هراجان واحد نسمع معاكم صوت عالي صوت لقاع عالي لاصوات المصاحبة عالية كيف الطريقة اختار اللقاع ااجي هني عند الوان تاتش سيتينج اختار الصوت رقم واحد واروحني في الميكسر اختار الميكسر اخترت حين انا صوت واحد كم الاصلي جاي مع اللقاع امية انا بخليم كلهم عشان تفرق معاك وشوف فرق كلهم عالتسعين بعد ما تضبط اني الصوت على التسعين تروح تيجي هنا وتسيف في رقم واحد هالصوت الاول لاحظ معاك صوت اثنين عبارة عن الصوتين رايتون رايتو شوف واحد تسعين وثاني ثمانين انا بخلي الاول مثلا ثنين وسبعين والثاني بخليه ستة وستين بعد ما تضبطه تروح هنا رقم ثنين وتسيف وهكذا رقم ثلاثة نفس الطريقة تنقص عبارة عن صوت واحد رايتون بخليه مومري رقم ثلاثة نفس الشيء اربعة القيثار وايد عالي بنقص عليه بخليه مثلا تسع وستين نفس الشيء مومري رقم اربعة احيث تو عندك تضبيطين تضبيطة الاجست مالك في رجستريشن مومري بالايقاع انك انت خفضت على الايقاع طبعا كلكم تعرفون هذي ستايل هني هني خفضلك الايقاع مع المصاحبات انت ما تبغي بالله البيز ابغي عالي شوي هذا تروح على الستايل وتضبط هني التضبيطات شوف يفتح معاك ثمان تركات الستايل وتضبط زين بعدين ترجع للبانيل وهني تضبط الاصوات اللي هي جاية مع المصاحبه معاك شوف الحين معاي الفرق هاي الجست مالك انت الصوت الاول شوف تسعين الصوت الثاني مثل ما ضبطناه ثاني تسع واربعين صوت الرابع شوف معاي مرة ثانية شوف هني صوت الاول كم امية رقم ثنين هذا التضبيط القديم لياه صوت عالي والايقاع هني كذلك اللي قاع هني تتحكم نفس الطريقة تخفضه وكل شيء وتسيف يعني تعمل اللي قاع وتضبطه مع الاصوات وتسيف هنين انزل النقطة المهمة في الحالة الثانية حين انت لما تضبط الاجست اللي هو التابع لك الخاص مع الاقاع انت لازم تستغنى عن خدمة الاوتي اس لان اذا انت ييت وضغطت على الفريشن تنتقل من الاي للبي وانت مشغل الاوتي اس رح يشتغل معاك الاصوات اللي هي التضبيط اللي جاي من الشركة العالية فانت لازم تستغنى عشان مطلخ بطك اثناء العزف سواء كنت على الستيج او في حفلة او خلف المغنية فانت لازم تستغنى عن هذا بيكون شو تنتقل من الاي الى البي والسي والدي ولكن رح تضطر انك انت تنقل الاصوات منول بايدك لانك انت خلاص استغنيت عن الاوتي اس مفهوم بهاي الطريقة انت حين خزنتني شوف الاصوات مع نفس الصوت مع الليف المالك ولكن انت حين ما بعدك يعني بعد في مرحلة خطر لانك اذا انتقلت الى يقاع ثاني ورديت هذا كله رح يروح معك كيف حين باعلمك حين كيف تخزن الاجست اللي انت عملت بعد ما سيفتني تيجي عند تضغط على السالب الموجب مع بعض في نفس اللحظة كلكم تعارفون تطلع معاك الصفحة هاي في الوزر انت تسمي مثلا انا سميت الفايل سامي اجست سامي اجست تروح تعمل فايل كيف تعمل فايل كلكم تعارفون نيو فولدر بسمي نيو فولدر انا بسمي سامي اجست رقم ثنين نزين اس اثنين هذا فولدر اس اثنين تروح داخل تفتحه بعد ما تفتحه انت حين هنا الايقاع اللي انت ضبطته مع الاصوات اللي انت ضبطته على طول فايل يعطيك كلمة ساف تسميه على نفس الايقاع عشان ما تطلع بتعارف ان هذا مهرجان واحد انا بسميه مهرجان واحد يطلع لك هنا شو بتسميه بسميه مهرجان واحد وتسيف شوف سيف معك مهرجان واحد بالليفل ما لك وبكل شي ويتم محفوظ يعني لو حدت اغلاقت الكيبورد وبالنت ترجع مرة ثانية للايقاع هاي تضبطات وهكذا نفس الشي بتسيف فايل ثاني ما بلازم تطلع وترجع نفس الشي تروح تختار اي قاع ثاني وتعمل نفس الطريقة ما مري كذا 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 عقب الدق على الرجيستريشن يفتح لك نفس الشي يصير عند اللي هو فايل سامي ثنين وتروح تعمل نفس الشي فاني وتسيف بطريقة ثانية وتحط مثلا بسميه مهرجان مثلا ثنين ام ثنين وتسيف شوف اسلو معاك فايلين سمهم على اسم اللي قاع احسن يكون اوضح يوم تسميهم على نفس اللي قاع عشان ما تطلع خبط هكذا لو بنت الكيبورد راح ابنت الكيبورد طبعا انا اشرح على السبعمية نفس الشي اس اكس تسعمية والاي فايف تاوزن نفس الطريقة بفتح الكيبورد مرة ثانية فتح معانا الكيبورد تروح على طول عند اللي تبغي تطمن ان شغلك ما راح انا بنت الكيبورد شغلت اشوف اكون موجودين هنا هاذو فايل اس اثنين وسامي اجست موجودين شوف معاي الحين هذا اللي احنا طبعا ما ضبطنا الايقاع الثاني نحن سجلنا اي اقاع الاولى بس في نقطة لما تنتقل من ايقاع الى ايقاع اللي بتختاره الايقاع اللي انت بتختاره لازم تضغط على واحد او ثانية ثلاثة عشان ينتقل معاك ويشتغل معاك في اذا ما عزفت هنا يعني ما دقيت على الرجل واحد ما راح ينتقل مثلا احنا نشوف هذا المهرجان نحن ضبطناه شوف تسعين سبعين ست وستين شوف التضبيط طاقع منها لكن احنا نشوف انا عندي كم هني اقاعين اذا ما تشوف ما انتقل هنا ما انتقل ليش لاني ما دقيت بس مجرد ما اضغط على رقم اثنين لان انا ما اضبط راح ينتقل معاك الى اللقاع الثاني اللي انت اخترته لازم تختار اللقاع هنا لازم تروح تضغط على اي واحد من هذه عشان ينتقل معاك تضغط على اي صوت من الاصوات و راح تشتغل معاك الاصوات مثل ما شفت باللذل بكل شيء و الى اللقاع ان شاء الله مع معلومة ثانية